ونتيجة الارتفاع درجات الحرارة سجلت الشرطة النهرية ارتفاعاً ملحوظاً بحالات الغرق نتيجة إلى لجوء المواطنين إلى الأنهر هرباً من حرارة الجو ظاهرة ليست وليدة اللحظة تحصد أرواح الكثيرين فالهروب من الحر يواجهه الغرق في أنهر العراق مع بدء موجات الحر الحارقة تشهد المناطق المحاذية للأنهر إقبالاً واسعاً من المواطنين لمزاولة السباحة السجلت الكثير من حالات الغرق وبشكل متكرر رغبة تحذيرات التي أطلقتها الشرطة النهرية زوارق نجدة النهرية وكذلك مفارز الغواصين وقت الظهيرة ووقت الذروة السباحة ووقت الجو الحار من ذلك الجو الحار جونا في عراقنا الحبيب ووقت الظهيرة نسير زوارقنا بهذا الوقت من الساعة 1300 لساعة 1800 تجوال على جانب الضفاف نهر دجلة من جهة جانب الكرخور الصافة وفي حال يكون مخالفات قانونية سباحين عدم بتعادهم فنحن نبعدهم ونحاول لو ما بتعدهم نسلم هجراءات قانونية لمراكز الشرطة التوجه إلى ضفاف الأنهار بدلاً من المسابح المغلقة يرتبط بعدة أسباب كونها غير مكلفة وبالمجان وغالباً ما يتواجد فيها الصبية قليلو الإدراك فلا يفقهون مخاطر هذه الأماكن التي قد تفقدهم حياتهم طفل يمكن 12 أو 13 سنة هم غرق طب اليوم أنا جو أخطية النهرية هم داي يفترون 13 سنة ما يدرون بيهم داي يجي بحجة الونسة وهنانا يومية هي تشي هاي حالات دا صير تباوعكو ناس يعني أطفال 7 سنين 8 سنين داي واحدهم لا تفيروا ياهم لا تصغيروا ياهم هاي الأهالي نحن ما نقدر ننصحهم لأنه أكو أهالي بهذا الشي الأهالي اللي مدخل لهذا العمر اللي ما يعرف يسباح حتى لو يجو يا إنسان أكبر منه إضافة إلى شبح الموت في الأنهر فهي غير صالحة للسباحة لما تحمله من أمراض انتقالية تؤثر في صحة الفرد وفق وجهة نظر الجهات المسؤولة عن هذا الأمر من بغداد أنور صباح العراقية الإخبارية ترجمة نانسي قنقر